أربع وخمسون مواطنا من منطقة الهشرية ولاية سيدي بوزيد أعمارهم مختلفة شباب وكهول وشيوخ وجهت لهم تهم تعود أحداثها إلى أيام الثورة وأسبابها المشاركة في الاحتجاجات الاجتماعية خلال تلك الفترة تهم تم استدعاء عدد منهم للتحقيق بالمحكمة الإبدائية بولاية سيدي بوزيد ندون اليوم معناها أربع وخمسين مواطن من منطقة الهشرية معناها بتهمة معناها نهب ممتلكات الخاصة للتسمى الرئيس منطقة الهشرية وذلك بإقحام أربع وخمسين معناها مواطن فيهم حتى العزيز المرأة اللي لابسة حولي عمرها ستين سنة كماش معناه رأي شيء معناه يفوت العقل معناها اللي فقلين تهم أن معناها أربع وخمسين معناها مواطن ها مرمدونا اليوم وجايبين اليوم معنا للمحكمة الهناء باش يستنتقونا معنا بتهمة معنا سارقة الممتلكات الخاصة متاع الساس ماريس المركز هذا لا منحنا الثورة لاش عملناها؟ عملناها على الظلم استبداد ولينا ماشي ندخل الحبس ولينا سراق ولينا تهم باطلة مرأة وراجل كبير وصغير اللي مفيها لبعضها ومش اللي مفيها هو ثم شكون اللي يستميلوا فيها عنده أطرافة في البلاد لا ندرها من البلاد ولا من غير البلاد من بين المتهمين سيدة عجوز تجاوز عمرها السبعون سنة ولا تعلموا ما يمكن أن تواجهه من أحكام قضائية بسبب التهم الموجهة الثورة هذي روينا التاريخ معنا قومناه وصلحنا العوجاتهم تعنا بدمنا وبشوها دانا شوها دانا تانا حسب ما نشوف قتلوهم مرتين المجاريح متاعنا عضاهم سوست وهنا هل قمنا بالثورة ضوما ما زلنا لتنفسه في الهواة إيزا يظهر لهم الراي خليزيد دخلونا للحبس خليزيد دخلونا للحبس خليزيد يقضر علينا فس جملة واحد احنا تومس إنه هالنهار هذا يلفقونا توم إدي عاتب الباطل وملفق وكل شي وولينا بعدهم قموا بالثورة يتهمونا بالسرقة ما يبقى فيه حد شي نحن نحب النشد القضاء هذا وينه ورجال الحق هذي وينه وتونس هذي وينه وين ماشيين بيه نظام في ولاية سيدي بوزيد وعلى غرار الولايات الأخرى يحاكم عدد من المواطنين بتهم منها حرق مراكز أمنية في إحداث الثورة ويحال عدد كبير منهم على القضاء وبأحكام مختلفة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر